يقول لي يا جابر مين علمك إنك بتعمل اكلك الأعمال بتوكل؟ أه.. علمني أبويا لا.. أربوط موجود.. رب أنا أدي للصحقة موجود و كريم جداً كريم جداً لو أم عشف جابه إلا عشر جنيه هو قالك.. يتجيب اللي كده يطلح على صاحبه ويطلح على جيران يطلح على شغال معا.. هذا نظام المصانع في فيوم إنهم يأكلوا الأعمال وفي ناس بتؤكله في ناس على حسب الفترة بتاعة التشغيل لو في فترة صغيرة ما بيوكلوش لو في فترة كبيرة ممكن نوكل ثلاث طقار يعني يفتر ويتغدى وتعشى اه يعني لو عندي ظروف شغل اقول له بقدر علي تعالى بدري علشان في حاجة هتعوز تتعمل في النادة في الصبح ورد مقطوف جاي حاجة عازة تتعبق او حاجة ييجي اجيب له فتار معايا الصبح هو خلاص عرف ان انا هجيب له فتار بس ست فاطمة بتقول ان انت بتعمل لهم لا بعمل لهم اه بعمل لهم لا بغير اصلا انت مش هينفع تباكلهم كل يوم عاشوا طعمية كل يوم لا من فعلا لازم بغير بابتدى اغير يوم عمل لهم فراخ يوم سمك يوم لحمة وكل مصر فاكتر ربنا يا رزقني اكتر يا السلام الموضوع مش توفير خاص وده مالوش علاقة بالأجر مالوش فار يعني العمل اللي بياكل يعني اللي بياكل مصر انا عازه كمان يبقى ماشي مبسوط وبعدان انا بحس بي بحس بي لما انا بشتغل شوية فبحس بمجهود فبتعب فاني شايفه بيتعب معي طول الأسبوع فعايز اديله طاقة فابتدى اعمله لحمة اعمله فراخ اعمله سمك قال ايه عنده بدأ عنده الزهايمر بدأ ينسى اديله امجة اديله سمك اه بيديك امجة في السمك ايه وبيديهنه اخو 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 اخلى سمك ايه ويملال الطبع واكل واشفع في الانه وشيف في الانه وشيف وبيعمل لكو بط بط يجب لنا فراخي ويجب لنا حمامي اللي ربنا يسمي يجبوه لي الله يكريمك ويخضره ويعمل كل اكل وبطاطس وكل حاجة متشكرين يا جابر اتفسحنا عندك وشوفنا عندك حاجات حلوة جدا الف شكر يا جابر سباعة جزيب مشاكريني استفاطن الله يكريمك استفاطن الله يكريمك